موسيقى إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهذه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة برهان الخلق أو التصميم الذي ذكرناه آنفا بصيغته القرآنية أولا وبأسلوب علماء العقيدة المتقدمين ثانيا يمكن تقديمه بأسلوب عصري بالاعتماد أولا على أمثلة تقريبية توضح لك مضمون البرهان ثم بصياغة منطقية مكونة من مقدمات تأتي من بعدها نتيجة وقد عرف هذا البرهان تطورات متلاحقة في صياغته تبعا لأمرين اثنين أولهما تقدم المعارف الطبيعية سواء أكانت حقائق ثابتة بمقتضى المناهج العلمية المعتبرة أو كانت نظريات مفسرة للظواهر الطبيعية بقطع النظر عن تطورها العلمي بقطع النظر عن إثباتها العلمي والثاني قوة النقد الإلحادي المثار حول هذا البرهان وحجم الردود التي تواجهها الطريقة التقليدية التي يمكن بها صياغة برهان الخلق والإيجاد هي طريقة مبنية على مقدمتين بعدهما تأتي نتيجة المقدمة الأولى وهي المقدمة الصغرى الحوادث موجودة المقدمة الثانية وهي المقدمة الكبرى لكل حادث محدث ثم النتيجة وجود الصانع ونقصد بذلك الله سبحانه وتعالى أما المقدمة الأولى وهي أن الحوادث موجودة فهذا نعلمه بضرورة الحس فإننا نشاهد بأعيننا أن أشياء كثيرة لم تكن موجودة ثم حدثت فيما بعد نرى الشجرة التي كانت عدما ثم نبتت وخرجت أغصانها وأزهرت نرى الإنسان الذي ما كان وإنما كان في عالم الغيب ثم بعد ذلك ولد فصار إنسانا وهكذا في أمثلة لا تحصى إذن ضرورة الحس تدلنا على هذا المعنى أي على معنى وجود الحوادث ويمكن أيضا أن نستعين هنا بنظرية صارت تقريبا في حكم الحقيقة العلمية عند الفيزيائيين وهي ما يسمى الانفجار الكبير بيج بانج وملخص هذه النظرية أو الحقيقة أن الكون ما كان موجودا ثم انطلق من نقطة صغيرة جدا لكنها لا متناهية في كثافتها ثم وقع هذا الانفجار وذلك قبل زمن طويل يقدرونه بما يقدرونه به ثم وقع هذا الانفجار ومنذ ذلك الحين الكون في تمدد قبل ثبوت نظرية الانفجار الكبير كان المشهور عند الفيزيائيين من الملاحدة أن الكون أزلي ثم بعد وجود هذه النظرية أو هذه الحقيقة العلمية صار أغلب الفيزيائيين اليوم يقرون بأن الكون ليس أزليا وإنما له منطلق أي هو حادث بعد أن لم يكن فإذن عموما إما أن نقول الحوادث موجودة بما نشاهده وإما أن نقول هذا الكون كله حادث انطلاقا من حقيقة الانفجار الكبير هذه هي المقدمة الأولى المقدمة الثانية نعتمد في إثباتها على مبدأ السببية لكل حادث محدث ومبدأ السببية هذا من المبادئ العقلية الضرورية التي لا يمكن أن ينازع فيها ذو فطرة سليمة فإنه إذا لم نثبت هذا المبدأ مبدأ السببية أي لكل شيء حادث سبب وراء حدوثه إذا لم نثبت هذا المبدأ فمعنى ذلك أن الممكنة الممكنة لم يكن موجودا ثم صار موجودا في زمن معين دون أن يكون لانتقاله من عالم العدم إلى عالم الوجود شيء يرجح هذا الانتقال فهذا يقتضي أن يوجد الممكن بما يسمى عندهم أن يكون هناك ترجيح دون مرجح وهذا يخالف بدائها العقول كما يقال ثم هذا السبب الذي هو وراء حدوث هذا الشيء لا بد أن يكون واجب الوجود لأننا إذا فرضنا أن هذا السبب هو كذلك ممكن الوجود مثل الحادث الأول معنى ذلك أن يقع التسلسل ويمثلون لهذا بقضية الجندي والأسير يعني يقول هناك أسير وجندي يقتله أو سيقتله ثم هذا الجندي لا يمكنه إطلاق الرصاص على هذا الأسير إلا إذا تلقى أمرا من قائده وهذا القائد لا يمكنه أن يأمر بذلك إلا إذا تلقى أمرا من قائده لو فرضنا أن هذه السلسلة لا متناهية أي كل واحد لا يستطيع أن يأمر بالقتل إلا إذا أمره قائده هكذا في السلسلة لا تتناهى حينئذ الأسير هناك علة أولى وراءها علة ثانية عشر ما أدري عدد العلل لكن هذه العلل لا بد أن تقف عند حد معين وإلا لم يقع الشيء الذي نتحدث عن وجوده إذا هذه هي الصياغة المنطقية لبرهان الخلق والإيجاد لهذا البرهان صيغة عصرية أيضا هذه الصياغة قلنا إنها تتطور بحسب تطور المعارف لأن الناس يكتشفون في مجالات العلم كل مرة يكتشفون شيئا جديدا وينتج من ذلك تطوير وتحوير وتغيير لهذا البرهان ثم أيضا هذا البرهان يواجهه الملاحدة بشراسة كبيرة ولأجل ذلك فقوة النقد الإلحادي تجعل أهل الإيمان يعيدون صياغة هذا البرهان بصياغات مختلفة من أشهر من صاغ هذا البرهان بطريقته العصرية فيلسوف اللاهوتي اسمه ويليام بيلي وقد مثل لذلك بمثال تقريبي فقال لنفرض أن رجلا متمدنا يتجول في صحراء قاحلة في خضم جولته هذه التفت فوجد على الأرض ساعة جميلة أخذ هذه الساعة تأملها فوجد أن فيها أجزاء صغيرة هذه الأجزاء متكاملة فيما بينها كل جزء منها له قدر معين له حجم معين له وظيفة معينة ثم هذه الأجزاء المعقدة المتراكبة المتناسقة فيما بينها كل جزء منها يؤدي وظيفة تساهم في الوظيفة الإجمالية لهذه الساعة فإن الرجل تأمل فوجد أن هذه الساعة فعلا تشير إلى الساعة يعني نعرف من النظر فيها أين وصلت الساعة نحن في الواحدة أو الثانية أو العاشرة إلى آخر ماذا يقول هذا الرجل حين يرى هذه الساعة يقول لا شك أن هناك صانعا صنع هذه الساعة ويقول لا وجود لساعة دون صانع ساعة جميل إلى هنا هذا الأمر لا يكاد ينازع فيه أحد من العقلاء ثم يقول افرض معي أن رجلا آخر كان يتجول فبدلا من أن يجد ساعة وجد كائنا حيا لنفرض أن هذا الكائن الحي هو سنجاب مثلا أخذ ينظر في هذا السنجاب ويتأمله فوجد فيه أجزاء عجيبة جدا عينان ذيل أذنان أشياء غريبة متناسقة فيما بينها حسنة التركيب فيما بينها ثم هذه الأجزاء كل واحد منها إذا أزيل أو إذا كان أضخم أو أصغر فإن ذلك يؤدي لا محالة إلى فقدان وظيفته الخاصة التي يحتاج إليها هذا السنجاب ثم هذا السنجاب إذا اجتمعت هذه الأجزاء كلها فإنه يصل إلى صورة معينة وإلى وظيفة معينة يؤديها ما الذي يقوله هذا الرجل حينئذ لا شك أنه يقول لا بد أن يكون لهذا السنجاب صانع صنعه لا يمكن أن أفرق بين الساعة من جهة وبين السنجاب من جهة أخرى إذن هذا النظر الذي يكون من هذا الرجل يقول كما قلنا في الساعة إنها مصنوعة نقول في السنجاب إنه أيضا مخلوق لكن للأسف الشديد الناس عندهم ألوان من التشكيكات وكان الإنسان أكثر شيء جدله فلا بد أن يتطرق بعض الناس إلى هذا الدليل الفطري الواضح بألوان من التشكيك فقد يقول قائل مثلا إن هذا الرجل إنما حكم على الساعة بأنها مصنوعة لأنه كان يوجد في سابق علمه علم بوجود الساعات وبوجود صانع الساعات وما أشبه ذلك فإنما حكم بمقتضى سابق علمه في الموضوع في هذه الحالة نغير هذا المثال تغييرا طفيفا بدلا من الساعة لنتصور أن رجلا قبل مئة سنة كان يتجول في الصحراء وأنه لم يجد ساعة وإنما وجد هاتفا نقالا يعني من هذه الهواتف الذكية التي نتعامل بها اليوم في ذلك الزمن ما كانوا يعرفون هذه الهواتف ولا يعرفون لها معنى أخذ الهاتف تأمل في ألوانه العجيبة في هذه الأيقونات الموجودة فيه في جماله في بديع صنعه في أجزائه التي صنع منها أتظنون للحظة واحدة أنه وهو لا يعرف هذا الهاتف ولا يعرف أهو مصنوع أم لا أتظنون أنه يشك ولو طرفت عين أن هذا الهاتف مصنوع وأنه نالك صانعا صنعه وإن لم يكن يعرف شيئا عن هذا الهاتف لا شك أن العقلاء يقولون بلى سيقول إنه مصنوع وهناك صانع صنع هذا الهاتف ولابد ثم لنفرض أن شخصا قال مثلا هذا الرجل الذي وجد هذه الساعة إنما حكم بحكمه هذا لسبب وهو أنه حين نظر في هذه الساعة وجد أن لها وظيفة معينة فوجد مثلا أن وظيفة الساعة معرفة الوقت ولا شك أن معرفة الوقت وظيفة فيها نفع عظيم للإنسان فاعتقاده بوجود صانع صنع هذه الساعة إنما هو لكون هذه الساعة فيها فائدة ظاهرة ينتفع منها الإنسان وهي في صورتنا هذه معرفة الوقت لكن بالنسبة للسنجاب وفي الحقيقة لا يظهر له فائدة خاصة على الأقل فائدة ظاهرة وإلا إذا نظرنا يعني لكلام العلماء والسلسلة الغذائية وما أدري ربما يجدون حينئذ فائدة لهذا السنجاب لكن لنقول أن هذا الرجل ما عرف له فائدة وما فهم وظيفته في الكون ما هي حينئذ هل هذا الفرق مؤثر نقول هذا الفرق غير مؤثر أيضا فلو فرضنا مرة أخرى أن هذا المسافر وجد هاتفا نقالا قبل مئة سنة هاتفا ذكيا نقصد ولم يكن له أدنى علم بفائدته بالنسبة للإنسان وإنما تأمل ما فيه فقط دون أن يعرف له وظيفة فقط ما فيه من الألوان والتناسق والجمال ونحو ذلك هل يحكم بأنه مصنوع أم لا لا شك أنه يحكم بأنه مصنوع فإذن هذا الفرق ليس مؤثرا ثم هنا شبهة أخرى قد تعرض قد يقول قائل هذه الساعة التي وجدها هذا الرجل لا تتناسل بخلاف السنجاب فإنه يتناسل يعني سنجاب واحد يمكن أن ينتج ابنا له وهكذا إلى سلسلة معينة من التناسل بخلاف الساعة فلأجل ذلك هو يقول هذا السنجاب ممكن أن يكون قد جاء من سنجاب قبله والسنجاب الذي قبله من سنجاب قبله وهكذا بخلاف الساعة يقول هذه الساعة لا تتناسل فإذن ما يمكن أن تكون قد جاءت من ساعة قبلها فالنتيجة أن هناك صانعا قد صنعها والحقيقة أن هذا الفرق كذلك غير مؤثر ونحن سنتصور مثلا أن هذا المسافر وجد ساعة من خصائصها أنها يمكنها أن تنتج ساعة أخرى تخرج منها فحينئذ يعني هذه الخاصية العجيبة هل تجعله يقول بأن هذه الساعة لها صانع أم على العكس من ذلك يقول بما أنها تتناسل بهذه الطريقة إذن لا صانع لها الحق أنه إذا كان يعني عاقلا فإنه لا يجعل لقضية التناسل أثرا في كونها مصنوعة أو غير مصنوح هذه الأمثلة التقريبية صانع الساعات كما يقال تجرنا إلى محاولة صياغة هذا البرهان بصياغة علمية ونحتاج لصياغة هذا البرهان إلى استدعاء دليل عقلي فلسفي معروف هو ما يسمى ب أفضل تفسير أو الاستدلال الاستدلال بأفضل تفسير بمعنى أننا حين نجد حدثا معينا ويكون لهذا الحدث مجموعة من الأسباب الممكنة هي التي تفسر وجوده فإن الإنسان العاقل ينظر من ضمن هذه الأسباب كلها إلى التفسير الأقرب والأفضل فإذا وجد أفضل تفسير فإنه حينئذ يجزم باعتقاد هذا التفسير دون غيره وهذا المبدأ به نعمل طول حياتنا وفي جميع ما نفعله صباح مساء مثلا إذا أنت استيقفت في الصباح ونظرت من نافذة بيتك فوجدت العشبة مبتلا فأنت تحكم ابتداء بأن المطر قد هطل خلال الليل لما؟ لأن هذا هو التفسير الأقرب مع أنه يمكن أن توجد تفسيرات أخرى لكن هذا هو التفسير الأفضل والأقرب إذا رأيت شخصا قريبا منك مثلا حرارته مرتفعة عيناه محمرتان عليه هيئة معينة في وجهه أنت تحكم من خلال هذه الأعراض بأنه مثلا مصاب بزكام قاعدة أفضل تفسير هي قاعدة معمول بها في كل أحوالنا وأوقاتنا في عيشنا كله إذن سنستعمل هذه القاعدة حين نصوغ هذا البرهان كيف ذلك؟ نأتي بمقدمة أولى فنقول المقدمة الأولى هي الاستدلال بأفضل تفسير ثم المقدمة الثانية هي أن نقول أجزاء الكائنات الحية مناسبة للحفاظ على حياتها ومناسبة لأداء وظائفها على أكمل الوجوه هذه المقدمة الثانية المقدمة الثالثة أفضل تفسير لما ذكرناه في المقدمة الثانية أن هناك صانعا صمم هذه الكائنات الحية على هذه الهيئة التي ذكرنا هذه الهيئة المحكمة النتيجة انطلاقا من هذه المقدمات الثلاثة أنه يجب علينا اعتقاد وجود صانع مصمم لهذه الكائنات الحية وهذه هي النتيجة التي نسعى إليها وأكرم بها من نتيجة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر